اشتركوا في القناة المباشرة لو تطلعين اكثر حول هذا الموضوع مساء الخير اخوي واخواني طبعا مثل ما ذكرت احنا في مرحلة حرجة من زيارة الحالات عشان شيء مهم جدا وندعو المجتمع ان يتبع كل التعليمات والنصايح والتوصيات الوقائية نواصل بعزم واسرار في اتباع الاجراءات الاحترازية عشان نمنع انتشار فيروس كورونا وارتفاع الحالات طبعا المسئولية هي مسئولية تنبع من داخل الفرد مسئولية وطنية تجاه نفسها تجاه اسرتها تجاه المجتمع لانه لما يلتزم بمسئوليته واتباعه لهذه الاجراءات يسهم ان يخفف الضغط على جميع الطواقم الطبية التمريضية العاملين في الجهات المساندة وحتى المتطوعين من جميع الجهات اللي في الصفوف الامامية فمساندتهم مساندة المجتمع لهذه الصفوف الامامية وكل الجهود اللي يقوم فيها الفريق الوطن الطبي للتصديد فيروس كورونا ممكن انحقق الكثير ولا يمكن ان احنا نقضي على الفيروس او انقلل من انتشاره الا بالشراكة المجتمعية والالتزام المسئول لازم نتجنب التجمعات خصوصا في هاي الفترة الحساسة والحاتمة لان قد تكون فرصة لنقل العدوى هاي التجمعات قد تكون فرصة لنقل العدوى لازم نشدد على ضرورة البقاء في المنزل عدم الخروج الا للضرورة عدم اقامة التجمعات سواء خارج المنزل او ايضا في المنزل الالتزام فقط باطار الاسرة القريب جدا والواحد والمباشر عدم مخالطات كبار السن دول امراض المثمنة حتى لو كانوا في البيت معانا لان احنا لازم نتجنب احتمالية نقل العدوى لهم ونفض على سلامتهم على الجميع ان يتحلب قدر كبير من المسئولية على المستوى الفردي الاسري المجتمعي لين ما نتخطى مع بعض هاي المرحلة الدقيقة والحساسة لا بد من لبس الكمامات قسل اليدين تطبيق كل المعايير اللي تتعلق بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الزيارات العائلية لان في هاي المرحلة نعول على وعي المجتمع بخطورة ان عدم الاتزامة وايضا نعول على وعيهم والاتزامهم لان كل فرق في هاي المجتمع يشكل فارق نعم دكتورة في هذه المرحلة الحاسمة يعول على وعي المجتمع بخطورة توجه المخالطين للفحص باماكن الفحص العشوائي وضرورة التعاون مع الفريق الوطني الطبي هل لنا ان نتعرف على الصعوبات التي تواجهكم بسبب هذه التصرفات اللامسؤولة طبعا توجه المخالطين للحالات القائمة لاماكن الفحص العشوائي يتسبب في نقل العدوى للمتواجدين في هاي الاماكن قصوفا في حال عدم وجود اعراض لهم فهم ما يدركون انهم قد يكونون اساسا مصابين بالعدوى من جراء مخالطتهم ويتسببون في نقل العدوى للاخرين وانتشارها فهو يشكل تهديد لسلامتهم لسلامة اللي حوالينهم من المتواجدين في الفحص وايضا سلامة الكوادر العاملة في مواقع الفحص العشوائي مهم جدا ان المخالطين ينتظرون الاتصال فيهم من قبل المعنيين بآلية تتبع أثر المخالطين ويلتزمون خلال هاي الفترة بالتعليمات اللي تعطى ليهم ومنذ منها اللي سبق ذكرنا مثل لبث الكمام وتجنب الاختلاط مهم جدا أيضا الحالات القائمة تفصح قد نقول وتعلم الجهة المسؤولة عن كافة المعلومات المطلوبة عشان يقدر الفريق اللي يتبع أثر المخالطين بمعرفة جميع المخالطين وحصرهم وعطاءهم النصائح والإجراءات اللي تتعلق بالحجر عدم الإفصاح عن المخالطين يعرضهم نفسهم المخالطين لخطر أن يكون فيهم عدوى والتقليل من الكشف المبكر لهم وأيضا ممكن يتسببهم في نقل العدوى للآخرين توجهم لهذه الوحدات أيضا إجراء غير صحي لأن يتسبب بالخطورة على المتواجدين ومهم جدا مثل ما سبق ذكرت الاعتزام بالتعليمات الطبية تم وضع آلية مختلفة للحالات ومتابعتها أيضا تم وضع آلية خاصة للمخالطين والهدف من الفحص العشفاء هو الوقوع على الحالات في الأماكن المختلفة في البلد ممن ليس لديهم أعراض وليسوا مخالطين فلم يكن الهدف من وضع هذه الوحدة أن يتوجهون له المخالطين بل لهم آلية مختلفة وإجراءات معتمدة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين إذن الدكتورة جليلة السيد نشدد على عدم توجه المخالطين إلى مراكز الفحص العشوائي وانتظار التعليمات الواردة لهم من مركز تتبع الحالات أو ما يعرف بـ 444 الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر